السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الخبر الذي يقول صنعاء تضمئن روسيا والصين وإلى التفاصيل فنحن الصنعاء كل من روسيا والصين بأن سفنهما ستعبر مياه البحر الأحمر بأمان ولن تتعرض للهجمات وقالت وكالة رويترز عن كبير المفاوضين في زلطة صنعاء محمد عبد السلام قوله إن حكومته قدمت تضمينات للصين وروسيا بأن سفنهما ستبحر عبر البحر الأحمر بأمان في حين أفاد موقع بلومبرغ بأن الصين وروسيا اتفقتها مع جماعة أنصار الله الحوتيين على تجنب سفنهما في البحر الأحمر ونقل بلومبرغ أن الدبلماسيين من الصين وروسيا توصلوا إلى تفاهم مع الناطق باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام بأن لا يتم استهداف سفنهما التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بعد مفاوضات في سلطة عمان وفق أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للموقع وأورد الموقع أن هذا التفاهم يقابله تقديم الدولتين الدعم السياسي للحوتيين في هيئات أممية مثل مجلس الأمن وفقا لما ذكرته تلك المصادر أشكركم على حصو المتابعة والإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في الجناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة